32 قائمة تقدمت لخوض الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المبكرة في 17 سبتمبر المقبل الاستطلاعات تشير إلى أن 9 قوائم تقريبا ستتمكن من حجز مقاعدها في الكنيسة بينها القائمة العربية المشتركة وشهدت القوائم هذه المرة تحالفات جديدة منعا لضياع الأصوات منها كما حصل في الانتخابات الماضية وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي الإسرائيلية قائمة الأحزاب التي من المتوقع أن تفوز إذن في الانتخابات المقبلة وقد أظهرت هذه النتائج تقدم حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو في قائمة نتائج الاستطلاع متموعا بأزرق أبيض برئاسة باني جانس في محل حزب شعس برئاسة إريدارعي ثالثا في نتائج هذه الاستطلاعات ودخل إلى قائمة المرشحين للفوز كل من حزب إسرائيل بيتنا برئاسة أبيكدار لبرمان بالإضافة إلى المعسكر الديموقراطي برئاسة نيتسان هوروفيتش وتحالف العمل جيش برئاسة عمير بيريتس وينضم إلينا من القدس عضو الكنيسة أسامة سعدي أهلا بك أستاذ أسامة عبر أسكنيوز عربية كيف تقرأ هذه التحالفات اليوم هذا اليمين الجديد الذي يتشكل وأيضا دور القائمة العربية التي تشير الاستطلاعات إلى أنها ستتقدم بمقعد إضافي لتصل إلى 10% من أصل 120 مقعد في الكنيسة أولا التحالفات هي متوقعة ولكن في اليمين كان هناك متوقع أن يكون هناك تحالف يميني أكبر مما حصل كان التوقع وبن يمين تنياهو في الأيام الأخيرة قبل تقديم القوائم عمل ضغطا كبيرا على أيال تشاكيد وبيرتس وسموتريتش من الاتحاد اليميني بأن يقوموا بالوحدة مع الكهانيون والعنصريون والفاشيون بزعامة بنكفير وأيضا هذا لم يحدث ولذلك نرى اليوم أن الاتحاد اليمين بزعامة أيال تشاكيد تخوض الانتخابات لوحدها وعثماء يهودية ما يسمى عثماء يهودية وهم ورثت كهانة طيار كهانة في الكنيسة يخوض الانتخابات لوحده وأيضا هناك حزب زهوت بزعامة فجلين الذي انشقى عن الليكود في السابق ولذلك من ناحية اليمين أعتقد أن هذا مكان غير متوقع من ناحية نتنياهو وهو يضر في نهاية المطار طيب أستاذ أسامة هناك من يقول أيضا نتنياهو أن يحصل على 61 حصول نتنياهو على 61 بالمئة حصول أيضا هذه الانتخابات المبكرة للمرة الثانية هذا العام قد تعيد هذه الانتخابات تشكيل أيضا تحالفات هذه التحالفات المشابهة نتائج أيضا متقاربة وسيكون هناك استحالة جديدة لنتنياهو كي يشكل الحكومة هذا صحيح وهذا ما كنت أريد أن أكمل الجواب في السؤال الأول أن عدم التوحد أحزاب اليمين من الممكن أن نتنياهو لا يحصل على ما يريد هو يريد بن يمين نتنياهو يريد أن يصل إلى 61 عضو كينيسة بدون حزب ليبرمان أي الليكود اتحاد اليمين والأحزاب المتدينة شاس ويهدوت هاتورا صح الآن كل استطلاعات الرأي التي جرت مؤخرا في إسرائيل تقول أن هذا التكتل اليميني المتدين من الممكن أن يحصل على 53, 54, 55 وليبرمان هو بيضة القبان الآن ليبرمان الآن الاستطلاعات تعطيه بين ثمان مقاعد تسع مقاعد عشر مقاعد ولذلك حتى الآن لا يستطيع بن يمين نتنياهو أن يحصل وأن يشكل حكومة بزعامته مع الأحزاب المتدينة والأحزاب اليمينية المتطرفة وأن يحصل على 61 ولذلك ليبرمان الآن يقول أنه يريد أن يفرض على الليكود من جهة وعلى حزب أزرق أبيض كحول لفان بزعامة جانس لبيد أن يفرض عليهم أن يكون هناك حكومة تكتل وحدة وطنية بين الليكود وأزرق أبيض وليبرمان هذا من الممكن أن يشكل حكومة واسعة تطلع أيضا أبيكدور ليبرمان إسرائيل بيتنا المعسكر الديمقراطي العمل جيشر يعني هذه الأحزاب إضافة إلى أيضا الأحزاب العربية الأربعة هناك أيضا صعوبة في فرض تحول أستاذ أسامة يعني السيناريو الأخطر بالنسبة لنا يعني كجماهير عربية وكأقلية عربية فلسطينية نخوض هذه الانتخابات بقائمة عربية مشتركة نحن تعلمنا الدرس من الانتخابات الأخيرة التي جرت في نيسان الماضي عندما خضنا الانتخابات بقائمتين منفصلتين وحصلت تراجع من 13 مقعد إلى 10 مقاعد الآن تعلمنا الدرس والآن نخوض هذه الانتخابات بقائمة عربية مشتركة واحدة تمثل الجمهير العربية في النقب والجليل والمثلث والمدن المختلطة نحن نريد إسقاط بن يمين وحكم بن يمين نتنياهو إسقاط هذا الحكم اليمين المتطرف من جهة نحن نريد أن نكون مؤثرين في الساحة السياسية ولكن تخوفنا كبير جدا بأن يحصل في نهاية المطاف حكومة وحدة وطنية بين الليكود من جهة وبين حزب كحول لفان وليبرمن طبعا هو الذي سيخود هذه الحكومة الوحدة الوطنية وسيجبر وهذا ما يصرح عنه صباح مساء هو يصرح بأنه يريد أن يجبر بن يمين نتنياهو ويجبر بن يمين بني جانس من جهة على إقامة وحدة وطنية بدون الأحزاب المتدينة وآن ذاك ستكون حكومة واسعة ثمانين عضو كنيسة وأكثر وطبعا هذه الحكومة من ناحية الحقوق شعبنا الفلسطيني ومن ناحية القضية الفلسطينية نحن نرى أن بن يمين جانس وحزب كحول لفان يعني ينافس الليكود من اليمين رأينا الزيارة التي قام بها يعني بني جانس لغور الأردن وقال أن غور الأردن لا يريد أن يتنازل عنه وأن هذا عمليا سيبقى جزء من ما يسمى يعني أرض إسرائيل الكبرى وبالتالي نحن لا نرى الفوارق الكبيرة بين كحول لفان من جهة وبين الليكود من جهة ولكن همنا في الأساس أننا نريد إحداث تغيير سياسي في الساحة السياسية الإسرائيلية عن طريق إسقاط بن يمين نتنياهو واليمين المتطرف وأن نكون مؤثرين في الحلبة السياسية وأن عمليا نسقط صفقة القرن التي تهدف إلى شطب القضية الفلسطينية ومن جهة أساسية أخرى أن نحمل هموم شعبنا ونعمل على حل القضايا الحارقة التي تعاني منها جماهيرنا العربية والمواطن العربي في البلاد وخاصة قضايا العنف والجريمة وقضايا البناء والتخطيط وهدم البيوت أستاذ سامة لفتني عندما قلت بداية السيناريو الأسوأ وتحدث أيضا عن الملفات الحارقة مواقع إسرائيلية تحدثت اليوم عن الدراما القانونية أيضا في هذا النظام الانتخابي والكنيسة كما حصل التصويت أيضا في إبريل الماضي القول بأن أيضا هذه التحالفات الدراماتيكية لن تفرد تحولات تاريخية بالنسبة لأي رئيس حكومة وبالنسبة لأي حزب في السياسة الداخلية الإسرائيلية هل فعلا هذا هو الواقع وبأن الرأي العام الإسرائيلي اليوم بات بعيد جدا عما تقدمه الطبقة السياسية أعتقد بنيمين نتنياهو يرى أن مستقبله السياسي قد بدأ بالنهاية بالوصول إلى النهاية هو الآن في الأسبوع الأخيرة حتى مع الرقم القياسي لأطول رئيس حكومة في البلاد وهو بن جوريون الآن هو سبق بن جوريون والآن هو أطول رئيس حكومة يتبوأ هذا المنصب ولكن من جهة الآن نرى أن الاستطلاعات فعلا تقول أنه لا يمكنه أن يشكل حكومة 61 بدون أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية يفرضها لبرمن من جهة أخرى حزب كحول لفان يقول أنه طالما هناك في لائحة اتهام تنتظر بنيمين نتنياهو فأنهم لن يكونوا في وحدة وطنية مع الليكود برئاسة نتنياهو ولذلك بنيمين نتنياهو نراه أن النهاية السياسية لبنيمين نتنياهو قد اقتربت وهذا طبعا من الممكن أن يشكل تحولا جذريا في الساحة الانتخابية والساحة السياسية الإسرائيلية ولذلك كل التوقعات تقول أن لبرمن الآن سيكون بيضة القبان في هذه الانتخابات وإذا فعلا صدقت الاستطلاعات الرأي وهذا ما سيكون في 18-9 مع نهاية يوم الانتخابات فآن ذاك من الممكن فعلا أن تنتهي الحياة السياسية لبنيمين نتنياهو وخاصة أنه بعد أسبوعين من الانتخابات سيكون هناك جلسة استماع لبنيمين نتنياهو لدى المستشار القضائي للحكومة وأن ذاك سيتقرر أيضا مصير بنيمين نتنياهو القضائي هل ستكون هناك لوائح اتهام وبالتالي سيكون وضعه أصعب وأصعب عضو الكنيسة الإسرائيلي سمى ساعدك وتمعنا مباشرة من القدس شكرا جزيلا لك